مع أي تصعيد أو توتر في مصادر النفط العالمية، تشهد الأسواق تقلباً في أسعار الخام، فتنتعش دول وتتضرر أخرى. عمليات عاصفة الحزم في اليمن زادت من وطيرة القلق في منطقة الشرق الأوسط، فتأثرت أسعار النفط العالمية، وارتفعت بأكثر من 5% في يوم واحد. وأرجع المحللون ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها الموقع الاستراتيجي لليمن، وإطلاله على مضيق باب المندب، الذي تمر عبره شحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا وشمال إفريقيا، كما يعتبر المدخل إلى قناة السويس. تأثر الأسعار لم يدم طويلاً، وذلك بعدما تبين أن حركة ناقلة النفط لم تتأثر، وأن الحرب محصورة في اليمن. تركيز المستثمرين تحول من اليمن إلى محادثات مجموعة 5 زائد واحد مع إيران بشأن برنامجها النووي، وما ستفضي إليه الاجتماعات. فإذا تم الاتفاق، قد يتم لاحقاً رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، التي تبلغ حالياً مليون برميل يومياً، وتعود لمستوياتها السابقة ما سيزيد من تخمة المعروض في الأسواق، وبالتالي تتأثر الأسعار. ليبيا أيضاً كان لها أثر جيو سياسي على أسعار النط، فالضرر الذي أصاب منطقة الهلال النفطي إثر اندلاع النيراني في الصهاريج وإغلاق الموانئ، خفض الإنتاج إلى مستوى متدني، ثم عاد ليرتفع إلى 622 ألف برميل يومياً، وفقاً لآخر بيان من مؤسسة النفط الوطنية. وكالة الطاقة الدولية قالت إن تذبذب إنتاج الخام لم يخفض معروض النفط العالمي، حيث ما زال هناك مليون ونصف المليون برميل فائضاً في السوق. كما أن انخفاض الأسعار يمثل تحدياً أمام تطوير مشاريع إنتاج الخام، سواء في فنزويلا ونيجيريا وروسيا والجزائر. استمرار الفائض وضعف الأسعار عاملان شجعاء على زيادة المخزونات، فقامت كل من الصين والهند بتسريع وطيرة ملء خزانات النفط الخام. كما قامت إيران مؤخراً بتخزين 30 مليون برميل يومياً في ناقلات عملاقة. صعوبة الجزم باتجاه مسار أسعار النفط دفع الأسواق العالمية إلى ترقب نتائج اجتماع أوبيك في يونيو المقبل، وما إذا كانت ستغير استراتيجية الإنتاج التي أبقتها عند 30 مليون برميل يومياً للتأثير على طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة.